في رحاب شخصية سيدنا وإمامنا علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه يدور حديثنا في جانب مهم من جوانب شخصيته وهو الجانب العقائدي ندخل إليه من نافذة زيارة الإمام الزيارة التي أوردها المحدث الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه في كتابه مفاتيح الجنان نقلا عن مجموعة من المصادر لكن قبل هذا خل أبين إلك نقطة هامة أقدم من خلالها إلى البحث من أبرز العوامل التي يستطيع الإنسان من خلالها أن يقتدي بالعظماء معرفته لجوانب العظمة في شخصيات العظماء سواء كانوا أنبياء سواء كانوا أئمة سواء كانوا من سائر العلماء والمبلغين الإنسان حتى يقتدي بالشخصية العظيمة كون يعرف جوانب العظم في شخصيتها وإلا إذا الإنسان ما اطلع على مواقف الشخصية العظيمة ولا اطلع على كلمات الشخصية العظيمة ولا قرأ جوانب من سيرة الشخصية العظيمة يقدر يقتدي بهذه الشخصية لو ما يقدر لأن الاقتداء فرع المعرفة حتى يقتدي الإنسان لا بد أن يعرف فإذا لم يعرف لم يمكن الاقتداء أصلاً عموماً حينما نتأمل في عبارات زيارة إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه الزيارة التي ذكرنا بأن المحدث الشيخ عباس القمي قد ذكرها عن مصادر أصلية مصادر بعضها كان موجوداً في نهاية الغيب الصغرى والبعض الآخر كان موجوداً في بداية الغيبة الكبرى يعني زمن كلش ملاصق لزمن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم من هذه المصادر التي نقل الشيخ عباس القمي الزيارة عنها كتاب كامل الزيارات من أعظم كتبنا للشيخ جعفر بن قولويه القمي هذا يصير أستاذ الشيخ المفيد بعد وأوردها الشيخ المفيد بنفسه أيضاً في كتابه كتاب المزار وأوردها الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه وفي كتابه الآخر عيون أخبار الرضا أوردها هم أيضاً بعض الذين جاءوا بعد ذلك كالسيد علي بن طاووس صاحب كتاب مقتل الحسين أورد هذه الزيارة في كتابه مصباح الزائر أوردها أيضاً الشيخ محمد بن مك العاملي صاحب كتاب اللمعة الدمشقية المعروف بالشهيد الأول عموماً عن كل هؤلاء الأكابر نقل الشيخ عباس القمي هذه الزيارة وحينما نتأمل في عباراتها حينما نتأمل في مضامين كلماتها نتفحص كلمات هذه الزيارة نجد أنها تتألف من أربع فقرات الفقر الأولى عبارة عن مقدمات مستحبة يقوم بها الإنسان حينما يزمع على السفر لزيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه شوف هذه الأمور المستحبة ربما قد نتهاون قد نتهاون في ممارستها لكن هذه الأمور المستحبة تهيئ الإنسان للإقبال على الإمام سواء من خلال الزيارة عن قرب أو من خلال الزيارة عن بعد في البلد عموما فالفقر الأولى من فقرات زيارة إمام الرضا تتضمن بعض الأمور المستحبة مقدمات ماذا يقول الإنسان حينما يزمع على السفر من أذكار طبعا ماذا يقول من أذكار في يوم السفر اليوم الذي يريد أن يسافر فيه ماذا يقول الإنسان هو طالع متوجه إلى الباب يريد السفر ماذا يقول وهو في الطريق قاصدا الإمام ماذا يقول حينما تلوح له قبة الإمام من بعد كل هذا تتحدث عنه الفقر الأولى من فقرات زيارة الإمام صلوات الله وسلامه عليه طبعا إخواني خل أنبه إلى نقطة هامة كلش من الأمور الجيدة الواحد منه يعود نفسه لما انتجي وفاة إمام من الأئمة لما يجي مولد إمام من الأئمة كلش جيد لو الواحد منه يعود نفسه بس يرجع إلى البيت يخرج من الحسينية يرجع إلى البيت من الأمور المهمة جدا يقرأ زيارة صاحب الذكرى هم الآن موجودة عبر الهواتف الذكية أجهزة الهواتف عدن 14 معصوم يقرأ الإنسان زياراتهم في ذكرى شهاداتهم وفي ذكرى ولاداتهم فيدخل بذلك في مجموع أشهر السنة الواحدة يدخل في دورة عقائدية مكثفة لا سيما إذا صار يتدبر في مضامين عبارات الزيارات هذا شقد إلى دور في صياغة شخصياتنا هذا شقد إلى دور في توسيع مداركنا العقائدية من خلال معرفة مقامات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم عموما فأول فقرة من فقرات زيارة الإمام عليه الصلاة والسلام تشتمل على مقدمات الزيارة مقدمات ذكرت إلك الفقرة الثانية من فقرات زيارة الإمام صلوات الله وسلامه عليه العبارة الأولى من عبارات الفقرة الثانية تمجيد وتحميد لله تبارك وتعالى علماءنا اللي شرحوا زيارة الإمام الرضى يعللون وجود هذه العبارة في البداية عبارة تحميد الله عبارة تمجيد الله يقولون حتى الإنسان الزائر يعرف أن هذا الوجود المقدس اللي رايح زورة هذا الذي في يده نظام الكون مو إحنا عقيدتنا عندهم الولاية التكوينية يعرف الزائر أن هذا الوجود العظيم الذي يستطيع أن يدير الكون من خلال ما عنده من ولاية تكوينية خالقه الله بعض علماءنا اللي شرحوا الزيارة يقولون حتى الإنسان لا ينظر نظرة غلو إلى المعصوم من جهة يشوف فضائله من جهة يشوف ما ورد من معاجزه وكراماته ويطلعهم أيضا على مناقبه قد يصيبه والعياذ بالله شيء من الغلو في نظرته إلى المعصوم وبالفعل في زمن أمير المؤمنين هناك من غالى فيه حتى ألهه حتى أله عليا فبعض علماءنا اللي شرحوا هذه الزيارة يقولون الإنسان حتى لا يصاب بمثل هذا التصور في بادئ الزيارة عبارة تمجيد الله تحميد الله كدلالة على أن هذا الوجود العظيم هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى فالفقرة الثانية من فقرات زيارة الإمام الرضا تبتدئ بتمجيد الله وتحميده ثم بعد ذلك عبارات الصلاة على المعصومين ابتداء من النبي وحتى ختام السلسلة الشريفة شوف كل هذا تهيئ إلى الآن أنت ما دخلت في الفقرة الثالثة اللي هي بالفعل زيارة الإمام مقدمتان الفقرة الأولى هي المقدمات ما قبل السفر الفقرة الثانية هم أيضا مقدمة ولكن هي عبارة عن الصلاة على كل واحد من المعصومين كل هذه المقدمات تبين إلك هذا الوجود العظيم الذي تتوجه إليه كل هذه مقدمات تدخل بعد ذلك في الفقرة الثالثة عبارات أن الإمام الرضا وارث للأنبياء شفت زيارة وارث؟ شلون تسلم على الحسين؟ بأنه وارث آدم بأنه وارث نوح بأنه وارث إبراهيم بأنه وارث نبينا الأعظم صلى الله عيسى وموسى وبعدهم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله عبارات شبيهة بهذه العبارات موجودة أيضا في زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام تنتهي سلسلة الأنبياء هم أيضا عبارات وراثته للأئمة ابتداء من أمير المؤمنين وحتى آخر إمام قبل الإمام الرضا من هو؟ الإمام باب الحوائج الإمام موسى بن جعفر الكاظم طبعا هذا البحث بحث وراثة الحسين للأنبياء بحث وراثة الإمام الرضا للأنبياء هذا يحتاج إلى سلسلة محاضرات كما صنع بالفعل بعض أساتذة الحوزة العلمية الشريفة يحتاج إلى توطئات يحتاج إلى مقدمات عموما هذا الفقرة الثالثة الفقرة الرابعة من فقرات زيارة الإمام الرضا تتألف من ثلاثة مقاطع هذه المقاطع الثلاثة تتمحور حول طلب المؤمن الزائر من الله أن يثبته على خط الإمام ولاية الإمام وعلى خط وولاية آبائه وأبنائه الطاهرين والتبري من مناوئيهم شوف هذان جناحان التولي والتبري كما بيّنت الروايات الشريفة جناحان يطير بهم الإنسان المؤمن تحلق بهما عقيدة الإنسان المؤمن ترى شوف حتى في عبارة التوحيد عبارة التوحيد أولها تبر وآخرها تول لا إله هذه قسم التبري إلا الله هذه قسم ماذا؟ هذه قسم التولي عموما هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى من الحديث النقطة الثانية نتحدث فيها عن مقاصد وثمرات الزيارة بشكل عام لا سيّما أننا نعيش في موسم من مواسم الزيارة هذا الزحف المليوني إلى مرقد أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه شوف شلون تتجلى المعاني الإنسانية العظيمة هذه مدينة فاضلة مصغرة نظرية أفلاطون المدينة الفاضلة التي بالفعل سوف يحققها إمامنا الحج حينما يظهر إذا أردت أن تنظر إلى صورة مصغرة لها شوف مجتمع هذه الزيارة المليونية الزائر حينما يتوجه إلى مدينة كربلاء المقدسة إن احتاج إلى خدمة طبية موجود إن احتاج إلى ما يتغذى وما يشرب فهو موجود إن احتاج إلى المسكن فهو موجود هذه الحالة تمثل صورة مصغرة للمدينة الفاضلة التي سوف تنشأ المجتمع الفاضل الذي سوف يغطي كل الكرة الأرضية حينما يظهر القائم من آل بيت محمد الله مصد على محمد وآل بيت محمد تحصيل الثواب العظيم هذه أول ثمرة وشقد الإنسان يحتاج إلى هذا المقدار من الثواب الذي توعدت به الروايات شقد الإنسان يحتاج باعتبار الإنسان حينما يذنب فإن ذنوبه تنشئ ريناً على قلبه هذا الرين يحتاج إلى ما يغسله يحتاج إلى هذا المقدار الكبير من الثواب وزيارة المعصومين عموماً لها نوعان من الثواب الثواب العام والثواب الخاص لأن عدنا روايات تكلمت عن ثواب عموم زيارة المراقد بشكل عام وعدنا روايات تكلمت عن ثواب زيارة خصوص بعض المعصومين خصوص بعض المعصومين فالزائر حينما يزور مرقد معين من مراقدهم فهو يحصل على كلا هذين النوعين هم يحصل الثواب العام الذي توعدت به الروايات العامة هم يحصل الثواب الخاص الذي توعدت به الروايات الخاصة بهذا المعصوم الذي يزوره المؤمن هذا أول ثمرة ثمرة ثانية من ثمار زيارة المراقد مراجعة النفس يمكث الإنسان أيام معدودة في جوار المعصوم لكن هذه الأيام المعدودة تجعل الإنسان يعيش حالة روحية هذه الحالة الروحية تخلي الإنسان يراجع نفسه وحتماً إن تسامع الكثير من الحكايا والقصص بعض الناس ممكن عند فالتقصير في علاقته بالله يروح إلى زيارة كربلا أو يروح إلى زيارة مشهد أو يذهب إلى سامرة أو النجف أو الكاظمية يرى هذه الأجواء الروحية وعيش الأجواء الروحية يرجع إنسان ثاني يرجع إنسان ثاني ينظر إذا كان مقصراً من خلال الترك بعيد عنك بعض الواجبات فيعاهد الله بجوار المعصوم على عدم تركها ينظر في نفسه إذا كان يرتكب بعيد عنك بعض المحرمات فيعاهد الله أمام ضريح المعصوم بعدم العودة لذلك هذه ثمرة وش قد ثمرة عظيمة لأن الإنسان البعيد عن المعصوم في بلده فرصة التوبة تكون أقل ممثل فرصة التوبة بجوار المعصوم شلون فرصة عظيمة ثمرة ثالثة من ثمار زيارة المراقد المشرفة قطع الطريق اختصار الطريق بين العبد وبين الله تبارك وتعالى هذه المسافة العظيمة بين الإنسان وبين الله يستطيع الإنسان أن يقطعها في نصف الوقت من خلال نصف المجاهدات مع نفسه حينما يكون قريبا من المعصوم تقول وين هذا؟ أقول لك قوله في الآية الخامسة والثلاثين من سورة المائدة وابتغوا إليه الوسيلة الروايات اللي فسرت هذه الآية بيّنت بأن الوسيلة هم المعصومون حينما يعيش الإنسان القرب من مقام المعصوم ويستحضر المعاني السامية هذا يؤدي به إلى اختصار المسافة بينه وبين الله بعد ثمرة رابعة من ثمار زيارة المراقد المطهرة تحصيل الشفاعة وكلنا واقعا نحتاج الشفاعة في يوم القيامة إحنا إذا نعتمد على أعمالنا ما أكو ضمان أن ننجو في يوم القيامة ما نضمن لكن على الإنسان أن يخلص العمل وأن يخلص لله تبارك وتعالى بمعية الشفاعة ينجو في يوم القيامة يقول من زارني على بعد مداي شوف التأصيل شوف التأصيل إلى مفهوم الشفاعة مفهوم التوسل من زارني على بعد مداي ضمنت له على الله الجنة هذا تأصيل وبإزاء هذا التأصيل حتى يأكدهم أيضا على ما يرتبط بمصيره وأنه سوف يموت مسموما بإزاء هذا التأصيل الشوف يخبر المقربين من أصحابه بما سوف يقع عليه يوم دعب للخزاعي يدخل على الإمام وعدد إلى الإمام قبور أجداده يقول سيدي لكم قبور في طيبة ليكم قبور في الغري ليكم قبور في كربلا ليكم قبور في الجوزجان في فخ وصل إلى قوله وقبر ببغداد لنفس زكية تعرف هذا قبر من؟ باب الحوائج وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات شال الإمام الرضع ما امترمى بها على الأرض قال يا دعبل ذكرتني بأبوي سنين أبوي في بغداد وأنا في المدينة بعيد عن أبي ذكرتني بأبوي الذي مات مغللا في الأصفال ذكرتني بأبوي اللي هم مقيد هم مسموم هم مضيق عليه في طامورة أي جت حزني يا دعبل قرحت قلبي يا دعبل لكن خلأ سايلك تقبل أضيف على قصيدتك قال بلى ولي الشرف هذا تمام القصيدة بها ترجمة نانسي قنقر